أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخة خاصة أعمل تطوير الطرق والمطار وغيره بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر وخلال اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين استعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الجولة الأسيوية التي قام بها مؤخرا أثمرت عن دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ والطاقة لمجموعة العشرين من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريرا حول الموقف التنفيذي لتحضير للمؤتمر على صعيد الفني واللوجستي مشيرة إلى أوجه التنصيق التي تتم بين الوزراء والجهة ذات الصلاة ترجمة نانسي قنقر